أخبار كتيرة جدا وتصر جمهير النادي الآن اللي تديها من كرة اليد سيدات وكان عندنا لقاء معهوليدو في استكمال الدوري زي محددكم عارفين دوري سيدات كرة اليد عبارة عن 18 فريق بيلعبوا رايح جاي طبعا مباراة كتير عدد كبير جدا من المباريات آخر مباراة معهوليدو في الدوري وخلصت بنتيجة 40 عشر يمكن فرق كبير ولكن المهم من هذه المباريات مش المكسب بس ولكن الأهم منه هو عودة الانسجام مرة أخرى لأن الفرق دي ما تمرنيتش مع بعض كتير بشكل جيد عشان توصل للفرمة بتاعتها من أول الموسم شهدت المباراة مع شركة عدد كبير من نشآت لاكتساب الخبرة تمهيدا اللي استعانى بهن في مشوار المنافسات المقبلة يذكر أن فريق كرة اليد حقق الفوز في المباراة اللي فاتت على فريق هليوبلس بنتيجة 37 سبعة ضمن منافسات نفس البطولة لا بطولة القاهرة ماتش هلوليدو اللي احنا يعني منه صور دي كانت في بطولة الدورية لكن ماتش هليوبلس كان في منطقة القاهرة واستطعنا اللاعبات انهم يفوزوا طبعا 37 سبعة بيقود طبعا الفريق كابتل محمد عدل زولة الفريق عمل معسكر في الكويت معسكر ناجح لعب 3 مباراة 4 مباراة بطولة الكويت الدولية حصل على البطولة المهم يعني الفريق اللي محتاج له في هذه المرحلة الكثير 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 من المباراة قبل ما يصطدم بمباراة قوية مهم جدا يبقى فيه انسجام ما بين اللعيبة وبعضيها لان الفرقة دي ما اتمرنتش بشكل جيد من قول الموسم بسبب تجمع المنتخب لمدة 3 شهور وايضا لعب منتخب مصر لعب بطولة افريكا في السنغال فالفريق ده الحقيقة وكان فيه عدد كبير من اللاعبات منضمة مع المنتخب فالمنتخب ده ما خدش يعني راحته او ما خدش وقته في الهارموني خاصة النجاز الفني جاز فني جديد المحترفة جديدة يعني الفريق محتاج مباراة بشكل كبير جدا ولكن حتى الان ماشيين بشكل جيد هياخدوا الستة اللي فوق هيطلع بعد كده لعابوا الخطوة التالية في الدوري بإذن الله طبعا بالنسبة للرجال احنا ما كلمناش عنهم لان دوري الرجال واقف طب واقف ليا كابتن عشان بطولة العالم ان شاء الله اللي هتتأمل الشهر ده خلاص احنا بقنا في يناير كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب ان شاء الله تبقى سنة سعيدة على جماهير مصر كلها على مصر وعلى جماهير مصر وبالأخص طبعا جماهير النادي النادي الاعلي تكون سنة سعيدة والنادي الاعلي كمان تبقى سنة كلها بطولات ان شاء الله